بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم سكيري عبدالعلي انا في بي ميكروسوفت ونواصل في محاضرات البرمجة الحديثة مع الأستاذ سكيري عبدالعلي الدرس الثاني وفي هذا الدرس نكمل دراسة المشاريع وهندستها حيث تكلمنا على الميثود أجيل أو سكروم أجيل وندخل إلى محور الدفاوس إذن شرحنا في الدرس السابق طريقة سكروم أجيل ووصلنا إلى الديليميتينغ وقلنا أنه هو عبارة عن لقاء يومي للمبرمجين حيث نحدد هل كل الأمور واضحة لدى المبرمجين هل يوجد مبرمج لا يفهم ما يعمل أو هناك مشكلة تقنية إمكانياته لا تسمح بذلك فنقوم بتغيير اليوزر ستوري ونعطيه يوزر الأسهل وهكذا تتم الأمور بعد ذلك هناك سبرينت ريفيو سبرينت ريفيو هو اجتماع في نهاية سبرينت بمجرد نعمل توزيع إلى البرودكشن أو الريست أو نسميه ستيجينغ بريبرود إلى آخره هنا سنعرض كل ما قمنا بعمله في هذا سبرينت الذي قلنا هو خمسة عشر يوما أو ثلاث أسابيع إلى الزبون وأيضا إلى كل الفريق المسؤولين وهنا سنبين لهم أن في هذا سبرينت لمدة ثلاث أسابيع مثلا أو أسبوعين قمنا بإنجاز كذا وكذا وكذا ونعرض لهم الناتج برمجيا يعني ناتج التطبيق وأيضا مخططات يعني سير المشروع يعني لا يكفي فقط أن نعطيه المودول الذي قمنا به في هذا الأسبوع أو الأسبوعين للزبون بل نعطيه أيضا إحصاءات حول سبرينت هل كانت الأمور تسير بنجاح؟ هل هناك عواقب من حيث الفونكشنال يعني أو من حيث التقنية أو الأجهزة أو أيضا المبالغ يعني ربما الزبون لم يقدم المبلغ الذي نحتاجه لتوفير أجهزة أو سيرفر أو مكان في الكلاود إلى آخرين فهنا نتحاور يعني جميعا فريق البرمجة فريق الفونكشنال والفريق المسؤولين فريق المسؤولين لما فيهم الأزبائن يعني بعد ذلك هناك الريترو بلانينج أو الريترو اسبيكتيف وهي رينيو عفون التي تكون يعني ما بين المبرمجين عادة تكون فقط ما بين المبرمجين وسكروم ماستر حيث نبين لسكروم ماستر ما هي العواقب التي تركت هذا سبرينت لا يتعطل ولا ننتج المشروع أو المودول الذي أردنا أن يصدر بعد أسبوعين أو ثلاثة أسبايا أسبايا في وقته بل لأن مشكلة مثلا الديفابس لم يقم بتحضير السيرفرات اللازمة أو الفيام اللازم أو الدوكر اللازم فريق السيبر سيكيريتي لم يعطينا الإرشادات اللازمة لكي يشتغل تطبيقنا بأمان فريق الفونكسيونال أموره أو البيو لم يكتب لنا سبيك فونكسيونال يعني كما نقول طلبات واضحة للبرمجة ربما التكليد لم يعطينا أرشيتكتر واضحة لتنفيذ هذا البروسس إلى آخره كل هذه الأمور نناقشها في فريق العمل وكل واحد يعطي رأيه بدون أن يضع اسمه وبعد ذلك نقوم بحلها الهدف هو إيجاد حلول للمشاكل وليس من قام بالمشكل ولماذا قام بالمشكل الشيء الأساسي في هذا الاجتماع هو حل المشاكل التي صادفتنا في سبرينت السابق كي لا نقررها في هذا سبرينت أو القادم إذن منهجيات إدارة المشاريع الحديثة ما هو فريق العمل الخاص بالسبرينت وكيف تحدث الأمور إذن الزبون سيحدد مجموعة من المطالب أريد كذا أريد كذا أريد كذا يكون يعني كوميرسيال أو مناجر في الإدارة أو في المؤسسة ككل هو الذي يتخلط مع الزبون ويبين له ما هي استراتيجي اللازمة لإنشاء هذه المشاريع إلى آخره بعد ذلك يتدخل البرودكت مناجر يعني الذي يقوم بإعطاء نقاط أو دياغرام دقونت يعني كيف سنبدأ بالمجروع الموديل الأول ربما ينتهي في شهر الموديل الثاني هو معقد نوعا ما ربما شهرين إلى ثلاثة يعني احتمالات إنشاء المشروع والمدة المسارقة لإنشاء المشروع وكم يجب علينا من فريق عمل تقريبا كي ننشئ المشروع إلى آخره ويوضح لزبون أننا دائما البرودكت مناجر هو كوميرسيال يعني يقول لزبون سننشئ لك المشروع بالتأكيد سيكلفك حوالي كذا وكذا إلى آخره وهناك اتفاقية هنا لما بين الزبون والشركة بعد ذلك تكون الأمور جدية وموافقة الزبون فيتدخل البرودكت أونر البرودكت أونر سينقل معه الـ UI أو الـ UX عفوا الـ UX UX والبرودكت أونر يذهبون إلى زبون أو يلتقيان وبعد ذلك ستبدأ في مرحلة دراسة المشروع ثم بعد ذلك نكمل معه فريق السكروم وهو سكروم ماستر والفريق إذن الـ PU والـ UX يذهبان إلى زبون ويأخذ أو يفهم ماذا يريد الزبون عمله فالدزاينر يقوم برسم بما تعرف بما كاتب الفرنسية يعني تمبليت لما فهمه من لقائه مع الزبون ويعمل يوزر إكسبرينس يعني كل كيف يرى الأمور من حيث المستعملين وفي نفس الوقت البرودكت أونر سيقوم بكتابة كل ما فهمه من مطلوب يكتب المطاليب بعد ذلك عندما يرجع إلى المكتبه سيقوم بدراسة المشروع بالميطودات التي قمنا تكلمنا عليها في الدرس الأول إذن بمساعدة الـ UX الـ UX يعني هذا الـ User Interface أو عفاً الـ User Experience لأنه لم يتدخل بعد الـ UI بل فقط الـ UX يعني User Experience الذي كما قلت يرسم بدون يعني ألوان كما تلاحظون فقط رسومات يعني علامات كأنه أرشتكتر يعني أرشتكت من حيث الواجهات فبعد ذلك تكون هناك لقاء مع فريق العمل ونبدأ بإنشاء بما يعرف بالـ Backlog بعد كتابة كل الأمور ودراسة المشروع من حيث المتطلبات وبميثود معينة التي شرحناها في الدرس الأول سيقوم الـ Product Owner بإنشاء بما يعرف بالـ Backlog أو الـ User Story الموجودة في الـ Backlog نكتب ونضعها يعني كنقاط وبعد ذلك يتدخل من التكليد التكليد كما قلنا في الميثود سيكلو V هو شفت بروجيت تكنيك يعني سيساعد الـ Product Owner هل الـ User Story هل الكلمات التي كتبتها أنت في الـ User Story نستطيع برمجتها أو لا هل هذه الأمور التي تطلبها أنت كـ Product Owner نستطيع تنفيذها على السيرفرات التي عندنا على السيكيريتي التي عندنا على المبالغ المالية المقدمة في هذا الـ Project فقط وليس هل يعني الـ Architecture ربما تطلب مبالغ على الـ Cloud فنتطلب يعني بيجي أكثر من ذلك فهنا التكليد سيقرر هل يعني كل شيء موجود في الـ Backlog نستطيع إنشاؤه أم لا بنظرة عامة يعني وليس تفصيلية بنظرة عامة وهنا سيحدد الـ Architecture ما هي كـ Architecture سنتخذها في هذا المشروع هل سنعمل يعني مشروع في شكل ميكرو سيرفيس هل سنستعمل واجهات موبايل وويب وباكهند يكون عبارة عن رس ابي اي اي او GraphQL هل هو عبارة عن جير بي سي هل ستكون عندي دوكر وكيبرنيتيز او يكون عندي اي برجمو على مستوى الـ Cloud او استضافة على مستوى الـ Cloud هل نختار On-Promise ما هي قاعدة البيانات هل سنختار قاعدة بيانات سيرفر هل هي قاعدة بيانات بورتابل هل يعني نو اسكيال هل هي اسكيال هل كيف نربط مشروعنا مع اكيب يعني خاصة بالداتا ومشروع يعني فريق الداتا الى اخره كلها ستكون عبارة عن ايضا مثل الـ Product Owner ما يكتب الـ Backlog فالتكليد سيعمل architecture يعني للتطبيق ويعمل يعني كل هذه المخططات ويكتب ويكي بما نسميه بالويكي فنكتب في الويكي كل الامور تفصيليا كي نستطيع انشاء المشروع بعد ذلك هل تنطلق فريق سبرينت فريق سبرينت الذي يكون يحتوي على Product Owner UIX كما شرحنا والتكليد هنا وفريق الـ Development وأيضا سكروب ماتسر الذي كما شرحنا في الدرس السابق انه يعاين المشروع ويعاين عمل الفريق كي يشتغل سبرينت بنجاح كل خمسة عشر يوم يتأكد ان هذا الموضيل سنكمنه في خمسة عشر يوم اللي ينطلق في مجموعة من الـ User Story التي تعطينا موديل وفريق الـ Development سيكون فريق البرمجة يحتوي على QA يعني تستر يحتوي على DevOps الذي خاص بالتوزيع وCDCI يحتوي على BI ربما عندنا مخططات في ال BI ننتجها إلى آخره إذا كان عندي ربط مباشر مع إيكيب الداتا فيتدخل أيضا إيكيب الداتا هنا ربما يكون عندي داتا ديزينر إلى آخره أوكي فمن الأشخاص الموجودين في فريق البرمجة هناك فريق الـ DevOps نشرح هنا قبل الـ DevOps إذا ننشئ في هذا سبرينت بعدما أخذنا من الـ Backlog ووضعناها في سبرينت معين يبدأ المبرمج يقول لك أنا علي أن تدو يعني كل هذه الأمور علينا برمجتها في 15 يوما فالأصفر مبرمج رقم واحد الأحمر مبرمج رقم اثنين الأزرق هو الـ UI الذي سيقوم بإنشاء الواجهة والأخضر هو المبرمج رقم ثلاثة بعد ذلك يأتي المبرمج رقم ثلاثة ويسحب ويقول in progress أنا بدأت هذا الـ Ticket أو user story وأيضا هذا أيضا بدأ العمل انتهى من البرمجة يعمل done إلى آخره فمن أشهر الأدوات هي Azure Board هنا وأيضا هناك مشروع آخر اسمه Jira هم يعني جيدين جدا خاصا Azure Board يعني سعملت الاثنين وأزير بورد جدا رائع فهنا عندما أسحب هذا الـ user story وأقوم بالبرمجة بعد ذلك سأقول انتهيت من البرمجة بعد ذلك عندما يحدث يعني publication في الـ prediction أقول close انتهى الموضوع لا توجد user story للعمل طبعا هذه الـ colon نستطيع تغييرها إضافة colon أخرى كلها يأتي من هنا ونضيف الـ colon التي نريدها فغالبا ما يكون عندي to-dev أو active بعد ذلك يكون عندي مثلا to-test بعد ذلك يكون عندي to-test مثلا في الـ reset بعد ذلك to-test في الـ preprod أو staging بعد ذلك production يعني هناك حسب الفريق وليس يعني هي ليست يعني كل الناس تعمل بنفس الطريقة فحسب الفريق حسب الشركة هناك فريق يقول أنا أريد كل يعني colon تمثل state لأنه هنا عندي قائمة state active result مثل هذا الأمر هنا state أو هناك فريق آخر يقول لك لا state لوحدها والـ colon لوحده هناك فريق يقول لك حسب environment فهنا dev اكتب لي dev وبعد ذلك أنا في الـ reset اكتب لي بعد ذلك أنا في الـ staging اكتب لي الـ staging بعد ذلك في الـ prediction اكتب الـ prediction يعني حسب الـ environment يعني هنا اختيار كل الشركة المهم المبرمج يقوم بالبرمجة يقول انتهيت من البرمجة التستر يقوم ببرمجة أو التستر يقوم ببرمجة الأوتومات أو التست مانيوال ثم يقول انتهت التست أو هناك مشكل فيعيدها إلى البرمجة أوكي نرجع إلى الـ DevOps إذن الـ DevOps ما هو الـ DevOps من مراحل في الأجيل نحتاج إلى الـ DevOps وهو طريقة توزيع المشروع الموديل وليس المشروع ككل بل الموديل الذي الذي عملناه يعني في كل مرة ننشئ سبرينت يعني لو ذهبنا إلى البورد نجد أنه عندي pipeline pipeline يسمح لي بعمل build للمشروع وأيضا ريليز يعني توزيع المشروع نستطيع توزيع المشروع فيكون عندي هنا production staging test dev الاخري هذا هو الـ DevOps يعني كيف نقوم بتوزيع المشروع ... فعندي هنا في Azure DevOps كيف نعمل ... ... ...